كانت أفس والسلطان منزعجين حرفيا من حنيفة حنيفة لم تعد لديها القوة على التحمل وتقبل الهزيمة سوف يشرح كل شيء من أجل الخروج من هذا الوضع جانيمة مستعدة للتضحية بنفسها بدلا من أن يحدث أي شيء لزينب بيت حنيفة يتعرض لضغوط شديدة من الآن فصاعدا يضع بهار كل شيء جانبا ويترك حياة أتهان وراءه كما يرى محمد أمير أن جيمري هو المسؤول عن هذا الوضع ومع ذلك لا يقف كنان مكتوف الأيدي ويضع خططا جديدة للاستفادة من جيمري هوليا غير مدركة لهذه المخططات التي دبرها كنان تظهر جانبها الغاضبة تجاه الفتاة الصغيرة التي تحاول الدخول في حياة شقيقها المكان الوحيد الذي يعتبره بهار ملاذا آمنا هو أتيش لكن أولا يجب على أتيش إزالة أرزو من حياته فورا وإلى الأبدي لكن إذا كان أرزو من أتيش فهو واثق من محاسبة المسؤولين عن ذلك نهاية عائلة إركيرانا التي تتراجع باسم باهور وأفسن للاستلاء على الميراث المتبقي لحسرة تتسبب في بداية وقت الخلاص الذي لن يتلقوا فيه أي مساعدة أو دعم من أحد من ناحية سلطان وأردى الذان يدركان أن أفسن مفقودة ومن ناحية أخرى أتيسي الذي لم يسمع من بهار يشرعون في بحث واسع نطاق للوصول إلى الأخوين سيتعين على أردى وإسماعيل أن يواجه وجها لوجه للعثور على أفسن يتجه محمد أمير مباشرة إلى منتصف مؤامرة جديدة خطط لها كينان شخص مجهول يتورط بشكل غير متوقع في الأحداث على وشك تغيير حياة محمد أمير عن طريق التسبب في جروح عميقة قام جانيمت الموجود في السجن بإعداد نفسه للتحدث مع زينب وإخبارها بكل ما هو مجهول عن والدته الحقيقية لكن حنيفة قد هزم السلطان بالفعل وأوصله إلى الحالة المنشودة تم تدمير أفكار محمد وحسرة عن السلام بواسطة القنبلة التي صنعها كونان بينما تحاول بهار إدارة الشركة القابضة بطريقة تجعل والديها فخرين بها تنقل أتيش أسوأ أخبار حياتها من ناحية أخرى تحاول أفسن دعم بهار في هذه الأوقات الصعبة ومع ذلك فإن أولئك الذين يشتمون الإرثى سيسببون أوقات سيئة لهم جميعا السلطان يعيش في الداخل والخارج إنه لا يريد التحلي بالصبر مع نهب أموال حنيفة المستمري لكنه لا ينسى أبدا أن ما يقوله قد يكون صحيحا ولا يستطيع أن يكون متأكدا تماما مما إذا كان يعرف الحقائق كما يقول في اللحظة التي سمع فيها جانميت كل هذا أصيب بالجنون من الغضب حنيفة تفعل أشياء من شأنها أن تضر نفسها بالخطة التي نظمتها ولم يكن بإمكان أي منهم أن يخمن أن أحدهم كان يقترب من نهاية الطريق لقد حان نهاية الطريق لأردى لحظة عودته من قبرص ينتظر إسماعيل لتقييد يديه صالح وسلطان يريدان إنقاذ نفسيهما أفس منزعجة أيضا من هذا الموقف لأن أردى يعاني من الشر الذي خططوا له لهذا السبب تتواجه أفس وسلطان وجها لوجه بينما تستعد أفس لرمي نفسها في النار هناك طريقة واحدة فقط للسلطان عليه أن يخبر أفس بأنها ابنته نظرا لأن فوليا هي التي أبلغت عن أردى فقد أصبح كنان تحت الأضواء وبالمثل فإن كنان لا يتخلف عن طموحاته في شركة أتهان القابضة محمد أمير الذي عقد العزم على فتح صفحة جديدة لحياة يستهلكها الشوق يتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الأشرار بدعم من بهار وأتيس لكنه لم يدرك أن كل هذا حول كنان إلى شخص أسوأ يقف أتيس شامخا في مواجهة التهديدات التي وجهها أرزو يجب على بهار أن يفعل شيئا لإخراج حسرة من السجن في حين أن عقل أرزو وعواطفه مشوشة للغاية ليس أمام بهار خيار سوى القيام بتحركات غير متوقعة لقد استنفدت لعبة الزواج التي لعبتها أفس وأردى صبر هوليا تماما من الآن فصاعدا ليس أمام أفسا خيار سوى تغيير بطاقتها الرابحة وإجراء المزيد من التعويذات السحرية بينما وصلت الأحداث في الحي إلى مستويات متطرفة يتعين على سيفر الاختيار بين صالح أو إلياس من الآن فصاعدا في منزل عائلة أتهان كان كنان هو من حدد مصير فوليا من الآن فصاعدا لدى كنان خياراني سواء لاستخدام فوليا كمساعد يمكنه استخدامه ليفعل ما يريده أو لإخبار كل المجهول لمحمد أمير وتفريق أتهان بهار يصارع بين الحياة والموت على الجليد الضعيف في البحيرة المتجمدة أصبح وضع أرزو لمثل هذه الخطة لقتل بهار نهاية لصبر أتيس ومع ذلك في اللحظة التي تم فيها اتخاذ قرار الطلاق تسبب ذلك في فقدان أرزو السيطرة إلى الأبد حسرة التي تريد التدخل ضد أرزو بسبب ما فعلته ببهار لا تعرف ماذا تفعل في مواجهة تهديد لم تتوقعه أبدا تحاول حنيفة أن تصبح أختا غير شقيقة لإفسون ولهذا السبب تفكر في جعل والدتها إلياس لكنه يتورط في أحداث خارج نطاقه بينما تحاول إفسون دخول عالم الموضة من خلال العلامة التجارية ليفسون التي ستفتتحها تصاب بالجنون عندما تعلم أن والدها يحب السفري جلب محمد أمير وطفل فوليا الجديد أمود دوروك أشياء جديدة معها عندما يحاول كنان ممارسة ألعاب غامضة على الصبي سيؤدي ذلك إلى دخول فوليا في موقف مستحيل عندما تشتعل النيران في البندقية التي يحملها أردى ستكون حياة عائلة أتهان مختلفة من الآن فصاعدا استعاد أفسون السيطرة على القصر بدأ يتصرف ويتصرف كما يريد أحداث غير متوقعة تحدث في الحي بسبب الحريق الذي أشعله كنان وأكثر الأشخاص المتضررين من هذا الوضع هو مظفر ولن يتمكن الأهالي من تجاوز هذه الحادثة في الحي بسهولة أتيش عازم على معرفة الحقيقة الحقيقية التي تسببت في فقدان ابنه لحياته ولهذا الغرض فهو بصدد نقل أسهمه في الشركة إلى شخص لا يعرفه ويتسبب هذا الحادث في مشاجرة بينه وبين بهار ربما ستنجر علاقتهما إلى مسار لا يمكن تصحيحه تسببت جهود أتيش للاعتذار في غضب أرزو بشدة وأصبحت تشكل تهديدا لحياة بهار سيكون خط الموت والولادة معا مرة أخرى يتحرك أتيش نحو الفخ وهو لا يدرك أنه يسير نحو الظلام عندما يقول إنه سيجد من تسبب في وفاة ابنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر